لدي حساب بايبال لكن بطاقتي البنكية لا تقبل ما هو السبب الذي قد يجعل البطاقة غير صالحة لتفعيل البايبال وكيف يمكن يتجاوز هذا المشكل وربط بطاقتي البنكية مع حسابي دون مشاكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام سوف نتطرق في هذا الدرس إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول البطاقة البنكية أول سبب بايبال غير مفعل بالهاتف أو بالجيميل إذن أول خطوة يجب القيام بها عند إنشاء حساب بايبال هو تفعيل الحساب برقمي الهاتف الخاص ثم بالإيميل كذلك ولمن لا يعرف الطريقة سأترك لكم رابط الفيديو الخاص بتفعيل البايبال في وصف هذا الفيديو وهذا الفيديو قمت بشرحه سابقا ثانيا بطاقة منتهية الصلاحية إن كانت بطاقتك منتهية الصلاحية فلا يمكن ربط هذه البطاقة مع البايبال ثالثا بطاقة ليس بها رصيد عند ربط البطاقة تقوم البايبال باقتطاع مبلغ بسيط أقل من دولارين من هذه البطاقة وهذا المبلغ هو الكود الذي تقوم بإدخاله لتأكيد البطاقة إذن إن كانت بدون رصيد فلن تقبل لأن البايبال لن تجد أي مبلغ لتقطعه من هذه البطاقة رابعا بطاقة بمعلومات مغيرة لمعلومات الحساب يعني الإسم أو النسب أو رقم البطاقة الوطنية في بعض الأحيان كذلك العنوان إذن إن كانت هذه المعلومات مخالفة للمعلومات التي قمت بإدراجها في حسابك فلن تقبل منك هذه البطاقة ثم خامسا عدم تفعيل دوتاسيون قيمتها خمسة عشر ألف درهم في المغرب ويجب عليك أن تقوم بتفعيلها عند إنشائك لهذا الحساب وأخذك لهذه البطاقة فإن لم تكن قد فعلتها فلا تقبل كذلك هذه البطاقة سادسا وأخيرا قمت بمحاولات سابقة لتفعيل الحساب ببطاقات وهمية فهناك بعض الأشخاص يحاولون تفعيل بايبال بأي شكل كان ويقومون بمحاولات لإدخال رموز لبطاقات وهمية لكن بايبال تقوم برفض هذه البطاقات وعند تكرار هذه المحاولات يصبح من الصعب عليك تفعيل الحساب حتى لو أدخلت معلومات لبطاقتك الشخصية إذن أخي أختي إن كانت جميع هذه الشروط التي قمت بدكرها سابقا متوفرة ومع ذلك البطاقة لا تقبل فلا تقلق الحل موجود إذن تابع معي أخي أختي فأولا نقوم بالدهاب إلى حسابنا بايبال ثم نقوم بالدخول إليه نقوم الآن بالنزول إلى أسفل ثم هنا نجد كذلك نقوم بالدخول كذلك ثم بعد هنا يجب علينا أن نقوم بقراءة أي شيء أو كتابة ظهرت لنا لأنه المشكلة التي نواجه نحن العرب هو أننا دائما نتبع سويضان وكونتيني ولن ننتبه دائما إلى بعض الملاحظات التي تكون مهمة جدا وقد نتجاوزها دون دراية لذلك أخي أختي حاولوا قراءة دائما ما بين السطور إذن عند إتمامنا الإقراءة ندب هنا إلى ميساجري ثم نتحول إلى منصة خاصة بإرسال واستقبال الرسائل يعني يمكننا الآن كتابة نص رسالة إلى الدعم الخاص بايبال وهم سوف يقومون بالإجابة على تساؤلاتنا وكذلك حل أي مشكل قد وجهنا إذن أخي لاحظ معي هنا إذا كنت تريد كتابة رسالة فيجب عليك أن تقوم بكتابتها بطريقة جيدة وتظهر على أنك شخص يعني تعرف ما تفعل فمثلا إذن إن كنت قد قمت بفتح حساب باللغة العربية فقم بكتابة الرسالة باللغة العربية وإن كانت الإنجليزية أو الفرنسية كذلك أي لغة قم بكتابة الرسالة باللغة التي قمت بإنشاء الحساب بها وعند كتابك للرسالة قم بذكر كل هذه التفاصيل قل مثلا بأنك تمتلك بطاقة بنكية فيزا أو ماستر كارد لهذا البنك المعين في دولة المغرب وبمعلومات خاصة بك الإسم والنسب وكذلك رقم البطاقة ويجب أن تذكر كذلك بأن البطاقة تتوفر على رصيد وأن مدة صلاحيتها لازلت قائمة ومن تم تذكور المشكلة التي تواجه في ربط هذه البطاقة بأن البطاقة لا تريد أن تربط وتفاعل لك الحساب الخاص بك إذن إخواني وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وإن كانت هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلك فيديوهاتنا أول بأول ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر